هل فعل الطاع ده يعني محتاج مجهود وقدرة مننا ولا ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى قرار يعني يعني أنا ممكن أخذ قرار أخذ أو البداية في أي فعل في حياتنا هو التوفيق أن ربنا يكون موفقك ويبصرك يعني يعني تبقى بصير بأن هذا الفعل هو فعل خلق أو فعل الطاع فعلي بقى ده محتاج مقدرة مقدرة أني أقوم بفعل هذا الفعل إذا كانت مقدرة مادية أو مقدرة صحية ومقدرة نفسية أني أقاوم دايماً النفس مش دايماً يعني بالذات النفس اللي عايزة إيه طب ما بلاش طب ما تستنى طب ما تأجل شوية طب ما نفس الشحيحة دي طيب شوفي حضرتك وعلى فكرة أظن يعني إيه لما رحم ربي وعظمنا فيه الحتة دي بنسب طب تماماً يعني وده القرآن أقر ده أقر نفس الإنسان أصلاً شحيحة وبخيلة حتى ولو كان عنده خزائن والله أيوة أقول لحضرتك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيقولين قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي هتعملوا إيه إذا اللي أمسكتم هتمسك هتمسك هتبخل هوا طب الإنسان للطبيعي لما بيجي يمسك لما بيبخل بيبخل عشانه عشان خاف الحاجة اللي معاه تخلص أيوة فربنا قال لأ هم بيمسكوا أو الإنسان بطبعه بيمسك مش عشان خاف الحاجة تخلص لإنها خزائن رحمة ربي لأمسكتم خشية الإنفاق مش خشية الانتهاء أنت أصلاً طبع فيك أو طبع في الإنسان هو ممسك يعني عشان كده ربنا قال وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اللي بيحفظ نفسه من هذا البطء يقي نفسه من هذه الآفة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَلَكَ وَالْمُفْلِحُونَ وكان سيدنا طالحة رضي الله عنه وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كان يمشي يقولي اللهم قيني شحَّ نفسي اللهم قيني شحَّ نفسي فمرضة قال له وماذاك هذه دعوة قال إن وقيت شحَّ نفسي صرت من المفلحين خلاص النوضوع ينتاج فحضرتك يعني قلتي قلتي جملة كويسة جدا هذا القرار يعني يسبقه استعانى بالله سبحانه وتعالى وإعانى من الله سبحانه وتعالى حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده يعني إن الإنسان كلما كان في طاعة يحتاج أن يطلب المدد والعاون من الله سبحانه وتعالى وإحنا بنصلي في القرآن الكريم 17 ركع في الفريضة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لحد ما نقول إياك نعبد وإياك نستعين بك أنت يا رب لا بغيرك أنا معرفش أعمل حاجة وأي حد قاعد بيشوفنا دلوقتي قاعد بيفكر أن أنا بشغل دماغي ولا وأنا ناصح وهعمل عمل الخير ده ومش أعمل دوت وده أصدق وده مش أصدق مش بمزاجك أنت إن وفقت وإن استعانت بالله وقلت لي يا رب أنا معتمد عليك أنت وبستعين بيك يا رب هتوفق أي إن كان مكان عمل الخير أن النهار ده أنا دلوقتي يا حد يتفتح لبف عمل الخير الله فتحه لك فاستغل